يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاد التميني رحمه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمد حفظه الله تعالى نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع الدرس الثلاثون فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاد رحمه الله وفي هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الليلة سنأخذ الباب الثامن والعشرين وهو باب يتعلق بالتنجين قال المؤلف عليه رحمة الله باب ما جاء في التنجين قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى التنجيم ذكر العلماء أنه استدلال على حوادث أرضية بأحوال فلكية فالأفلاك والكواكب تدل عند المنجمين بزعمهم على ما سيحدث في الأرض وفي الكائنات هذا هو معنى التنجيم مأخوذ من النجم وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثر قتاده وقتاده هو قتاده ابن دعامة السدوسي البصري وكنيته أبو الخطاب روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه من الصحابة وروى كذلك عن عبد الله بن سرجس وأبي الطفيل هؤلاء من الصحابة وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري وروى عن جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وعكرمة وأما من روى عنه فقد روى عنه جمع كبير من الحفاظ والآئمة كأيوب السختياني وشعبة وهشام الدستواء وأمة من الناس وكان حافظا وآية في الحفظ رحمه الله وكان سعيد بن المسيب يتني عليه كثيرا وقال ابن الشيرين عنه هو أحفظ الناس وتوفي رحمه الله سنة سبع عشرة ومئة وقد أخرج هذا الأثر الإمام البخاري في صحيحه إلا أنه أخرجه معلقا وقد وصله غيره وصله الطبري ووصله ابن أبي حاتم وفي هذا الأثر يشير قتاد رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لحكم عظيمة الله يقول في القرآن ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح هذا هو ما استفاده قتادة عندما قال خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للشياطين إذن هي زينة زينة للسماء إذن هي زينة ورجوما للشياطين كما قال الله ولقد جعنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين إذن هي زينة للسماء وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وقال أيضا سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وأما الثانية فهي كونها رجوما للشياطين وهذا أيضا في كتاب الله الله يقول في القرآن وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقال أيضا سبحانه وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إذن هذه النصوص تدل على الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للنجوم وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباش رضي الله عنهما أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مع رسول الله في مجلس فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا فأجابوه قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه النجوم لا ترمى لموت أحد ولا لحياته وأخبرهم أن الله إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء ثم ذكر وهذا هو الشاهد أن الخضر يبلغ السماء الدنيا فتأتي الجن تريد أن تخطف السمع فيقذفونهم ويرمون بالشهب على الجن وأما الفائدة الثالثة أن تكون علامات يهتدى بها في الظلمات ظلمات البر والبعر كما قال الله في القرآن وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال أيضا وعلامات وبالنجم هم يهتدون إذن هذا الأثر أثر عظيم وهو أثر صحيح عن قتاد رحمه الله يبين الحكم التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى النجوم فإذا كانت هذه الحكم لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعدى هذه الأمور الثلاثة وأن يتجاوز فيزعم أن هذه النجوم خلقت حتى نستدل بها على الحوادث الأرضية هذا كفر بالله العظيم فالنجوم خلق من خلق الله لا تعلم الغيب ولا تتصرف في الكون ولهذا قتاد قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به رضي الله عنه ورحمه الله ولهذا قال المؤلف بعد ذلك وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وحرب الذي ذكره المؤلف هو حرب ابن إسماعيل الكرماني وهو من تلاميذ الإمام أحمد وكان من طلابه واستفاد منه وقد نشأ في بئة صالحة وطلب العلم واستفاد فصار من الآئمة رحمه الله وقد أخذ العلم عن آئمة كثر أشهرهم هو الإمام أحمد رحمه الله وإلا فإنه من تلاميذ إسحاق بن راهويه ومن تلاميذ سعيد بن منصور ومن تلاميذ الحميد وتتلمذ عليه جمع من أهل العلم وتوفي رحمه الله سنة ثمانين ومئتين ومسائله مفقودة إلا أنه قد وجد منها جزء يسير فعرفت بمسائل حرب أو رواية حرب وأما سفيان فهو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي لكنه كان من سكان أهل مكة وقد روا عنه جمع كبير ومنهم الإمام أحمد فإن سفيان من مشايخ الإمام أحمد وقد روا عن جمع كبير من الأئمة روا عن أبي إسحاق السبيعي وروا عن الأسود بن قيس وروا عن إسماعيل بن أبي خالد وعن أيوب السختياني وقد أثنى عليه العلماء ثناء عطرا كما قال الشافعي قال لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز توفي رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومئة وأما إسحاق فهو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي وهو أحد الأئمة وقد روا عن ابن عيينة وروا كذلك عن عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق الصنعاني وهو من أقران الإمام أحمد رحمه الله وقد روا أيضا عن الإمام أحمد وقد أثنى عليه العلماء أيضا ثناء كبيرا كما قال وهب بن جرير جزى الله إسحاق بن راهويه عن الإسلام خيرا وكانوا يتهمون من يتكلم في إسحاق يتهمونه في دينه هذا الإمام رحمه الله ثقة مأمون وكانوا يعجبون من إتقانه وسلامته من الغلط على ما أعطي من الحفظ رحمه الله وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بدراسة وتعلم منازل القمر ولا بد أن نعلم أن الناس ينقسمون إلى أقسام فيما يتعلق بالنجوم والكواكب فهناك أناس يعتقدون أن هذه الكواكب هي التي تدبر الكون وأن هذه الكواكب قد يصدر منها الخير والشر وأن حركات هذه الكواكب هي التي تتصرف في جميع الحوادث في العالم كله وهذا من الكفر الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام ولا يجوز لمسلم أن يعتقد هذه العقيدة ومن اعتقد هذا فقد كفر بالله العظيم وأما الذي يعتقد أن الخالق والمدبر هو الله وأن هذه الكواكب ومنها الشمس والقمر إنما هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا هو الواجب فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الكواكب وهو الذي يسيرها وإن أراد أن يفنيها فعل سبحانه فهذه الكواكب والشمس والقمر ليس له تأثير إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى وأذن الله فهو الذي يأمر الشمس بأن تجري وأن تنتقل وهو الذي يأمر الكواكب فتنتقل وتضرب الشياطين وترجمهم فهذا هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة الكواكب مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى ولا شك أنه جعل لها خاصية معينة فالشمس مضيئة والقمر كذلك سراج كل ذلك بإذن الله وخلق الله هو الذي خلق وهو الذي أذن أما غير ذلك فلا يجوز اعتقاده وهو اعتقاد خطير يودي بصاحبه إلى سقر والمؤلف تكلم عن المنازل والمنازل إذا قصد بها ما يتعلق بالوقت فلا بأس أن يتعلم الإنسان ما يتعلق بالوقت فهذا لا بأس به في الحقيقة أن تعرف الأشهر وأن تعرف الأوقات وأن هذا الشهر دخل بالهلال عندما قدم عندما رأى الهلال دخل الشهر الفلاني هذه المنازل لا بأس بها والمؤلف ذكر الخلاف فإذا كان المقصود من التعلم أنك تستدل بالنجوم كما ذكر الله عز وجل أنها علامات فلا بأس كأن تستدل مثلا على القبلة أو تريد أن تستدل بأوقات الصلوات أو معرفة الفصل هذا فصل الشتاء هذا فصل الصيف فهذا لا بأس به وانظروا إلى حرص العلماء فمنهم من منع ذلك أيضا مطلقا لماذا حتى لا يكون ذريعة إلى أن يصل إلى المحذور والممنوع فما بالكم بمن تعلم الممنوع أو المحذور الذي هو كفر وشرك بالله العظيم قال بعد ذلك رحمه الله وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر طواه أحمد وابن حبان في صحيحه لا شك أن التنجيم نوع من أنواع السحر فهذا الحديث ينطبق على هذا الباب لأن التنجيم نوع من أنواع الكهانة ونوع من أنواع السحر قد يستعين هذا المنجم أيضا بالشياطين وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه فقد جاء له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد في المسند وأهل السنة والجماعة يعتقدون في صاحب الكبيرة إذا ارتكب كبيرة وليست هي كفرا ولست حلها أنه تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فقوله هنا ثلاثة لا يدخلون الجنة هذه من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد الأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم يمرونها كما جاءت حتى تكون أوقع في النفس فيخاف المؤمن والمسلم من هذه الأمور فلا يقع فيها شرب الخمر وقطيعة الرحم والتصديق بالسحر وقد مر معنا الكلام عن التصديق بالسحر إذن التنجيم نوع من أنواع السحر ولهذا ذكر هذا الحديث استدلالا به على التنجيم وقد قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد قال العلماء إذن هذا دليل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر ثم قال المؤلف عليه رحمة الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل لأنه يتعلق بقول قتادة رحمه الله وأشير هنا إلى أن بعضهم قال قولا منكرا يتعلق بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإن إبراهيم نبي ورسول كريم وهو خليل الرحمن وهو أمة فبعضهم يقول إن إبراهيم كان منجما كيف كان منجما أي قالوا كان يتعلق بالكواكب قبل مبعثه وكان متعلقا بالنجوم أيضا بعد بعثته قالوا لأن الله يقول عنه في القرآن فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وهذا من أقوال الروافض أو جماعة من الروافض قطبحهم الله أن إبراهيم كان عالما بأحكام النجوم وكان يستعملها وينسبون ذلك إلى جعفر الصادق وحاشى جعفرا أن يقول هذا وهذه الآية ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد فيما زعمه هؤلاء وطائفة من أهل العلم تقول إن ما حصل من إبراهيم إنما كان من باب المعارض كقوله بل فعله كبيرهم هذا فقالوا أيضا قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يعني إني مريض من شرككم شرككم أصابني بالمرض وهو مرض قلبي ولا شك أن النفس تمرض إذا رأت المنكرات والشركيات والبدع قالوا إذن كان المراد من ذلك كله أنه عليه السلام أتى بالمعارض ولا شك أن الرسل بعثت لمحاربة الشرك ولقطع ذرائعه وأسبابه فكيف يضن بإبراهيم عليه السلام هذا وأنه قد يتعاطى علم النجوم هذا كلام باطل ولا يقال وطائف من أهل العلم هذا ذكر عن قتاده رحمه الله قالوا المقصود عندما قال فنظر نظرة أي بمعنى تفكر وهذا معروف في لغة العرب أن يقول نظر في النجوم يعني تفكر في الأمر ومعروف أن فعل نظر يختلف باختلاف معناه كما قال الله في القرآن أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما معنى هنا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض يعني ألم يتفكروا ألم يتدبروا فلا يقال إلا ما قاله قتاده أن المعنى فنظر نظرة في النجوم يعني تفكر وتدبر عليه الصلاة والسلام هذا هو الأصوب ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعتقد أن لهذه النجوم أو أن هذا الفلك له تجبير هذا كلام باطل لا يقوله مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وينسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك رحمه الله الثانية الرد على من زعم غير ذلك يعني أن هذه النجوم خلقت لهذه الثلاث ومن زعم غير ذلك فقوله ومن زعم غير ذلك فقوله مردود الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل وهذا قد أشرنا إليه آنفا وقلنا لا شك أن المسألة فيها خلاف فإن كان التعلم يتعلق بما ذكرنا آنفا معرفة القبلة وأوقات الصلاة ودخول الأشهر فلا بأس من ذلك أما يتعلم التنجيم الذي هو محرم وكفر بالله وهو شعبة من شعب السحر فهذا كفر بالله العظيم ولا يجوز حتى إذا قال أنا أتعلم التنجيم لكني لا أستخدمه نقول لا يجوز حرام وهو من كبائر الذنوب بل هو من الكفر بالله لأن الله في القرآن يقول عن الملائكة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وهذه صريحة لأن هذا من الكفر وأنه يضر ولا ينفع لماذا؟ لأنها في الآية نفسها ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم قد تكلمنا عن من أتى كاهنا فصدقه وأيضا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة كل هذا يدل على حرمة تعلمه أما أن تتعلم شيئا نافعا ليس له علاقة بالسحر ولا بالتنجيم ولا باعتقادي أن هذه النجوم تتصرف في الكون أو أن تستدل على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية فهذا لا يجوز وهذا كفر بالله عز وجل إلا إذا تعلمت ما ينفعك من الاستدلال على القبلة ومعرفة أوقات الصلاة ودخول الأشهر وهكذا قال بعد ذلك رحمه الله الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل يعني يصدق بلسانه ويعتقد بطلانه في قلبه هذا فيه وعيد لا يجوز لك أن تصدق في الظاهر أو بلسانك وتقول أنا في الباطن لا أؤمن بهذه الأشياء لكن في ظاهره يصدق ويتكلم بلسانه فهذا فيه وعيد شديد ولا يجوز وقد ذكرنا الحديث أنه من ذهب فقط وأتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب التاسع والعشرين قال رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الاستسقاء بالأنواء إذا نظرنا في كلمة الاستسقاء فهو استفعال يعني طلب للسقية يقال استسقاء يعني طلب السقية والأنواء ما هي الأنواء الأنواء هي النجوم هي جمع نوء والاستسقاء بالأنواء أن يطلب السقية من النجوم أو يعتقد أن هذا المطر الذي نزل إنما هو بسبب هذه النجوم هي التي أنزلت هذا المطر تينسب المطر والنعمة إلى النجوم والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب واستدل بقوله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه في صحيح البخاري معلقا وقد وصله غيره قال وتجعلون شكركم أنكم تكذبون وساق المؤلف أيضا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والشاهد من هذا الحديث قوله والاستسقاء بالنجوم هذا الاستسقاء بالنجوم له عند العلماء تفصيل إذا جاء الرجل ودعا هذه النجوم دعا هذه الأنواء فيقول أيتها النجوم أيتها الكواكب أيتها الأنواء أغثنا أسقنا أعطينا أو أنه إذا نزل المطر يقول هذا المطر جاءنا من الكواكب أصبحنا بنعمة هذه الكواكب فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك والقسم الثاني هو أن يجعل هذه النجوم أو هذه الكواكب يجعلها سببا لنزول المطر فيقول الله هو الذي خلق هذا المطر الله هو الفاعل سبحانه لكن هذه النجوم تكون سببا هذا أيضا من الشرك لكنه شرك أصغر ولا يصل به إلى الشرك الأكبر لماذا؟ لأن هذا الذي اعتقد هذه العقيدة جعل ما ليس بسبب جعله سببا إذن هذا من الشرك الأصغر ولا بد أن نعلم أن كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر كما قال الله عنهم وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ليقولون الله إذن كفار قريش المشركون كانوا يزعمون ذلك إذن هذا دليل أنهم ما كانوا يعتقدون القسم الأول أو النوع الأول أن هذه الكواكب هي التي تخلق المطر فيطلضون المطر من الكواكب إنما كانوا يعتقدون الله الذي يخلق المطر لكنهم قد يعتقدون أن هذه الكواكب وهذه الأنوى تكون سببا وهذا هو الشرك الأفضل إذن هذا هو تقسيم العلماء لما يتعلق بالاستسقاء بالأنوى والنجوم إلا ما يتعلق بأمر حصل فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة وهو إذا قال ذلك لكنه يريد أن نزول المطر من الله سبحانه وتعالى وأن هذه الكواكب إنما هي كالوقت وكالظرف لهذا المطر فما حكم قوله إذا قال هكذا على قولين مشهورين للعلماء طائفة تمنع ذلك منعا مطلقا وتقول إن الأحاديث التي جاءت جاءت عامة مطلقة فلا نذكر هذه الأنواع ولا نذكر الكواكب حتى وإن أردت أنك تريد ميقاة نزول المطر أو ضرف نزول المطر وطائفة بيح لكنها قد تكره هذا اللفظ أيضا لكن ليست كراها التحريم ومنعا مطلقا إنما يقولون الأفضل أن تترك هذا اللفظ كأن تقول مثلا مطرنا في وقت كذا وتذكروا وقتا معينا من منازل القمر أو منازل الكواكب ومعروف أن هناك بروج وهي كثيرة قد تصل إلى ثمانية وعشرين فإذا قلت مثلا هذا برج كذا وكذا ينزل فيه المطر وأنت لا تريد أن هذا البرج هو الذي يخلق المطر ولا تريد أيضا أن هذا البرج هو السبب في نزول المطر إنما أردت فقط ما يتعلق بالوقت كأن تقول أيضا مطرنا في شهر كذا وكذا هذه خلافية بين أهل السنة طائفة تمنع منعا مطلقا وطائفة تقول الأفضل أن نترك هذا اللفظ والسبب في ذلك أنهم قالوا حتى لا نتشبه بأهل الجاهلية أيضا كانوا يقولون ذلك وقد يربطون المطر بسقوط النجم أو بطلوع النجم لكنهم كانوا يظنون أن هذا النجم هو السبب في نزول المطر ومنهم من ينسب إنزال المطر إلى هذا النجم وهذا هو الشرك الأكبر ولهذا ابن عباس رضي الله عنه قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال وتجعلون شكركم أنكم تكذبون يعني يرد على هؤلاء الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا هذا من أفعال الجاهليين على هذا التقسيم الذي ذكرناه آنفا إما أن يكون من الشرك الأكبر وإما أن يكون من الشرك الأصغر وإما أن تكون لفظة كرهها بعض العلماء ومنعها مطلقا ومنهم أيضا من كرهها لكن الكراها إنما هي كراها التنزيه وذكر حديث أبي مالك الأشعر أيضا ذكر أربعة أمور الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة وأكد المؤلف أيضا ما يتعلق بالنياحة قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرب طواه مسلم ولا شك أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب فقد جاء أيضا حديث أبي غريرة إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وهذا الحديث الذي ذكره هو حديث بمالك الأشعر رضي الله عنه أرضى ولا شك أنه يدل على أن النياحة من الكبائر وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية وهذا وعيد شديد لمن صنع هذه الأفعال وهي أفعال الجاهليين وقوله هنا في الحديث سربال من قطران السربال هو القميص والمعنى أن هذه النائحة والنائحات يلطخنا بالقطران هذا القطران يصير كأنه قمص كأنه قمص لهن ولا شك أن هذا وعيد شديد لأن المراد هو اشتعال النار وإلتصاق النار بأجسادهن وهو ذو رائح كريهة وأما الدرع قال ودرع من جرب قال العلماء أي أنه يصير جلدها الجرب حتى إن هذا يكون كالقميص على أعضائها والجرب داء معروف يثيره الحكة فكان هذا جزاء النائحة وهو وعيد شديد وقد برئ النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه وقد أخرجه البخاري أيضا معلقا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة وهذه كلها أفعال محرمة فالصالقة قالوا هي التي ترفع فوتها بالعويل والندب يقال صالقة بالصاد ويقال ثالقة بالسين كما قال الله سلقوكم بألسنة حداد وأما الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها وجيبها وكل ذلك ظاهر في حرمته وأنه دليل على عدم الصبر بالقضاء والقدر وفيه تسخط وفي بعض المرويات أن النائحة ملعونة وإن كان فيها مقال وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوتين ومن هذه الصوتين الأحمقين الفاجرين الصوت عند المصيبة شق الجيوب وخمش الوجوه وقد أجمع العلماء على أن النيحة محرمة لا تجوز لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل لكن لما كانت المرأة هي أكثر من يصنع ذلك جاءت النصوص بذكر المرأة النائحة وإلا هي كبيرة لأنها تشتمل على التسخط وعدم الصبر الواجب وكذلك الإضرار بالنفس تلطم الوجه وتشق الثياب وهذا فيه إطلاف للمال والدعاء بالويل والثبور وأيضا التظلم كأن الله ظلمها وما ربك بظلام للعبيد قال العلماء النياحة شبيهة بالتظلم وكل ما قدره الله سبحانه وتعالى هو حق وهو عدل فالذي ينوح أو التي تنوح فإنها تقول بلسان لسانها وحالها أن الله لم يعدل معها وهذا فساد عظيم وكلام باطل ولهذا قد يصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وهذا ما أشرنا إليه آنفا وهو التقسيم الذي ذكر فيه ما يتعلق بمن نسب المطر إلى هذه النجوم فهذا كافر بالله العظيم مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وهذا هو الواجب وهذا هو الأكمل والأفضل أنك تنسب النعم إلى الله إذا نسبت كل النعم وكل الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على كمال الإيمان فتقول مطرنا بفضل الله ورحمته تقول هذا من فضل الله هذا بمشيئة الله ولا تعطف على أحد حتى إذا كان الأمر يجوز كما أن تقول ما شاء الله ثم شئت يا فلان هذا يجوز لأن فيه العطف على التراخي لكن الأكمل والأفضل أن تقول ما شاء الله وحده فلا تنسب شيئا إلا لله كما في هذا الحديث مطرنا بفضل الله وبرحمته وهؤلاء الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا لا شك أن هذا كفر بالله العظيم ومن كان مسلما وقال هذا فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فهذا هو حظكم ونصيبكم أنكم تجعلونه تكذيبا وهو الاستفقاء بالأنواء لأن المؤلف سيذكر حديثا حديث بن عباش ذكر هذه الآية وذكر ما يتعلق أيضا بقوله صدق نوء كذا وكذا فلا تضاف النعم إلى الأسباب بل تضاف النعم إلى مسببها ومن هو مسببها ومقدرها هو الله سبحانه وتعالى ولهذا هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه يدل أن من أضاف شيئا من النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه مشرك شركا أكبر وقد بينا الأقسام في الاستسقاء بالأنواء وقد يقول قائل لماذا المؤلف جعل التنجيم ثم جعل بعده بابا في الأنواء ثم جعل مباشرة بعده الباب المتعلق بالاستسقاء بالأنواء قال العلماء لأن الاستسقاء بالأنواء هو في الحقيقة أيضا نوع من أنواع التنجيم لأن التنجيم لفظ عام يدخل فيه كل ما يعتقده الإنسان في النجوم من الكفر والضلال والباطل وإلى آخره فهناك عدة أمور تعتقد في هذه النجوم ومنها أنها تنزل المطر قال بعد ذلك رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون هذا الحديث في صحيح مسلم أما حديث زيد بن خالد فهو في الصحيحين وفي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أيضا ذكر المؤلف الشاهد منه وإلا فإن في أوله يقول عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا فمعنى هذا الحديث كالحديث الذي قبله إلا أن فيه شيئا زائدا وهو أن ابن عباس ذكر سبب نزول هذه الآية سبب نزول هذه الآيات من قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تعالى تكذبون من سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سبع آيات من سورة الواقعة وبعضهم في الحقيقة استغرب هذا الحديث وقالوا إن ابن عباس قد جاء قوله عندما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي شكركم كما جاء في البخاري لكن أن يجعل هذا الحديث وهو ما يتعلق بأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أن سبب نزول هذه الآيات ما يتعلق بقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أو أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر لكن هذا الحديث في صحيح مسلم ولا غبار عليه قال المؤلف بعد ذلك فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة وقد مر الكلام عن هذه الآية وعن تفسيرها وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث ابن عباس فيه أيضا سبب النزول قال بعد ذلك رحمه الله الثانية الأرضع التي من أمر الجاهلية يقصد بالأربع التي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاب النجوم وقد مر الكلام عن الاستسقاب النجوم وكذلك مر الكلام عن النياحة بالتفصيل وأنها كبيرة من كبائر الذنوب بقي الفخر بالأحساب والأحساب جمعوا حسب والحسب هو الشرف وكانوا يعدون مآثر الآباء ومفاخر الآباء فيفتخرون بهذه المفاخر والمآثر فيتعاضم ويتفاخر ويتكبر على الناس ويقول أنا ابن فلان وقبيلة فلانية فيفتخر بحسبه وأصله فيتكبر على الناس ويتعاضم ويرى الناس أمامه كأنهم كالذر كالحشرات ولا شك أن هذه سنة إبليسية لماذا؟ لأن إبليس هو الذي صنع ذلك تكبر وتعاضم لما أمره الله بالسجود لآدم ماذا قال؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهذه من خصال الجاهلية كما مر معنا في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي مالك الأشعري وأبو مالك الأشعري قالوا إن اسمه الحارث ابن أبي الحارث وبعضهم ذكر غير ذلك يقولون هو عبيد ومنهم من يقول عبيد الله وهو صحابي جليل رضي الله عنه توفي في خلافة عمر رضي الله عنه وكذلك حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه أبو داود في سننه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أذهب عنكم عبية أهل الجاهلية والعبية بكسر العين وضمها أيضا الكبر يعني الله أذهب عنكم ما كان في الجاهلية من كبر هؤلاء الذين يفتخرون بالأحساب ويتعاظمون لأن الناس إما أن يكون مؤمنا تقيا وإما أن يكون فاجرا شقيا وهذا هو الميزان والمعيار فإن أفضل الناس من كان تقيا مؤمنا أما الفاجر والشقي فهو أبعد الناس وكلنا بنوا آدم وآدم من تراب فإذا جاء هذا صاحب الحسب يوم القيامة وهو فاجر شقي فماذا سينفعه حسبه ونسبه لن ينفعه فلا تنفع الأنساب يوم القيامة فلا أنساب بينهم إذن هذه كبيرة أيضا من كبائر الذنوب وهي من سنن الجاهلية وفيها مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام الله يقول في القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالتقوى والإيمان هي المعيار وهي الميزان أما الطعن في الأنساب فهذا في الغالب عندما يفتخر الإنسان بحسبه يطعن في أنساب الناس ويحتقرهم ويعيبهم ويتنقصهم فتجده يذكر الناس بالسوء هذا فلان ليس من آل فلان وهذا ليس قبيليا وهذا لا نسب له هذه كلها للأسف ما زالت موجودة وهي من خصال الجاهلية ولهذا لما قال أبو ذرما قال وعير ذلكم الرجل قال له عليه الصلاة والسلام إنك مرء فيك جاهلية إذا لا يجوز للمسلم أن يعير الناس بأنسابهم ولو صنع هذا فقد صنع أخلاق الجاهلية وللأسف كانوا يقولون الأشعار الطويلة يفتخرون بأنسابهم ويطعنون ويهجون الناس أيضا ويطعنون في أنسابهم وهذا موجود إلى يومنا هذا والمؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لما ألف كتابه مسائل الجاهلية وهي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ذكر من هذه المسائل أيضا الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وهو نفسه رحمه الله لم يسلم من الطعن فقد تكالب عليه أهل البدع وطعنوا فيه وهو من بني تميم قالوا إن بني تميم هي شر القبائل فطعنوا في أنسابه رحمه الله ولا شك أن هذا من الفجور والظلم ومن خصال الجاهلية مثل ما يقال اليوم عندنا هذا قبيلي وهذا ليس بقبيلي وهذا من قبيلة كذا وكذا وهذا خضيري هذه كلها لا تجوز وهو محرم وكبير من كبائر الذنوب وأما الاستسقاب الأنواة فقد تكلمنا عنه وكذلك النياحة ذكرنا النصوص في حرمتها قال رحمه الله الثالثة ذكر الكفر في بعضها يعني بعض هذه الأربع جاء التنصيص على أنها من الكفر وهذا جاء في حديث أبي هريرة وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت قال الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة يعني المقصود أن هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج من دائرة الإسلام لأن الكفر كفران كفر أكبر وكفر أصغر والكفر العملي منه ما هو يخرج من دائرة الإسلام ومنه ما لا يخرج من الملة فهذا هو الذي لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الملة وهو النياح على الميت أو الطعن في النسب وهناك كفر عملي يخرج من الملة كالذي يدوس القرآن برجله أو الذي يسجد لغير الله هذا من العمل لكنه كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة قال بعد ذلك الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة قال رحمه الله الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة أي لما نزلت النعمة منهم من آمن فماذا صنع أضاف هذه النعمة إلى الله فقال مطرنا بفضل الله ورحمته ومنهم من جعل هذه النعمة نسبها وأضافها إلى الكوكب فقال مطرنا بنوء كذا وكذا إذن هذا هو الكفر كفر بالله العظيم لأنه جعل هذه النعمة بسبب الكوكب أو أضافها إلى الكوكب بخلاف المؤمن الذي قال أصبح من عبادي مؤمن فهذا أضافها ونسبها إلى الله جل في علاه قال السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع والمراد هنا بقوله التفطن للإيمان في هذا الموضع يعني نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته هذا هو الإيمان والسابعة التفطن للكفر في هذا الموضع والمقصود نسبة المطر إلى الكوكب أو إلى النجم أو إلى النو فهذا هو الكفر الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا وهذا المراد به عندما قال لقد صدق نوء كذا وكذا المراد أن هذا النجم أو هذا النوء أثنى عليه هذا القائل أثنى عليه بالصدق وكأنه يقول هذا النوء وعدنا بالمطر فصدق وجاء بالمطر وهذا هو الشرك هذا هو الكفر فمن قال هكذا فقد أصبح وهو كافر قال التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم يعني أن هذا أسلوب من الأساليب استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه فائدة وفيه أيضا ما يكون أوقع في النفس وفيه أيضا ما يكون تنبيها عندما تجعل المسألة كأنها سؤال أو استفهام ولهذا قال أتدرون ماذا قال ربكم ومثله قوله عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس وكذلك قوله أتدرون ما الغيبة أتدرون أي عرى الإيمان أوثق ومثله أيضا عندما قال لمعاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يا معاد وهذا كثير في السنة يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسلوب معروف قالوا حتى يتنبه السائل فيكون أيضا أوقع في نفسه فينتبه إلى الجواب قال العاشرة وعيد النائحة وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وذكرنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وحديث أبي مالك الأشعري في الصحيحين وكذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وأيضا حديث أبي موسى الأشعري وأيضا حديث معطية حديث معطية في الصحيحين كانت ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أنه أخذ عليهن في البيعة ألا ينحنى وهذا فيه التحريم وأن النياحة قبيحة وفيها الزجر عن النياحة لهذا كان يبايع النساء على هذا ألا تنوح المرأة فبايعناه رضي الله عنهن وصدقنا في بيعتهن وكذلك حديث جابر عند الترمذي وعند الطيالسي وهو حديث صحيح بمجموع شواهده قد صححه الألبان في الصحيحة أيضا نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق الجيوب ورنت شيطان ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الثلاثين ونختفي بهذا القدر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه